في سياق متصل وفي نداء وجهه غبطة البطريارك مارل لويس رفائيل ساكو بطريارك الكنيسة الكلدانية إلى المسؤولين السياسيين في المنطقة دعاهم أن يدركوا أن الحل يكون في الحوار الشجاعي لتحقيق السلام والعدالة وليس عن طريق السلاح الذي يدمر الحياة والحجرة وقال إننا ككنيسة نطالب المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في وقف العمليات العسكرية وتجنيب بلدان المنطقة الانزلاقة إلى حرب شاملة والسماح لإدخال المواد الغذائية والطبية وإيجاد ممرات آمنة للمدنيين والسعي الجادي كذلك لإحياء عملية السلام وإقامة دولتين جارتين سلميتين إسرائيل وفلسطين